نروح لتصراحات ما بعد مباراة السعودية والارجنتين هيرفي لنار مدرب المنتخب السعودي قال نحن رقم 51 في تصنيف الفيفا نواجه المنتخب الثالث هذه هي الرياضة يمكن أن تقلص الفجوة في بعض الأحيان يمكن أن تلعب هذه المباريات عشر مرات وتفوز مرة واحدة وهذا ما حدث اليوم صالح الشاري لعب المنتخب السعودي قال طموحنا هو تآهل لدور الستاشر أدينا الخطوة الأولى ولكن لم نتآهل بعد سنحتفل اليوم وأمامنا مباراتين وبعد فوز اليوم حرام لا نتآهل حرام الله والله يبقى حرام والله يبقى حرام حرام الجيل دوت ما تآهلش لدور الستاشر بالمناسبة هبقى أجيب لكم شوية فيديوهات بأن حوالي عشر تيام بنشتغل مع حضراتكم في كاس العالم في كل مرة كان الحديث عن المنتخب السعودي كنت بقول لحضراتكم السعودية هتقدم في هذه البطولة أفضل أداء لها في كاس العالم على مر التاريخ بكتش بقول كده بقى إيه عشان أنا بضرب الودع وبتوقع بس اللي كنت لسه بقوله من شوية منظومة سليبة ومشروع صحيح ولابد أن يجني المنتخب السعودي أو منظومة الكرة في السعودية سمار ذلك في هذه البطولة وهو ما حدث في المباراة الأولى أمام الأرجنت عشان لسه فيه مباراتين صعبتين أمام المنتخب السعودي الأمور لسه ما خلستش سكالوني مدرب الأرجنتين لا أقلم الأرجنتين بالمناسبة لا أقلم الأرجنتين وإن كان عامل نتائج كويسة بس مش مخالي الأرجنتين مرعب يعني قال جهزنا للمباراة جيدا نحن نعلم أنهم سيلعبون بطريقة الدفاع المتقدم ولكننا لم نستفد من ذلك علينا رفع رؤوسنا والمضي قدما ليوني الميسي قال الخسارة أمام السعودية ضربة قاسية لنا لا توجد أعذار لنا في هذه البطولة نطلب من جميع الأرجنتين أنتصق بنا ونعيدهم أننا لن نغزلهم أبدا عن خلدي ماريا قال كان بإمكاننا الفوز بخماسية نظيفة بسهولة اليوم ولكن لم يحدث ذلك الآن أمامنا نهائيين سوف نبزل جل جهدنا من أجل الفوز والتأهن ما عليش يا دي ماريا ما عليش ما جزيتش خمسة ليه كلام سهل كلام سهل بس الكرة عند المنتخب السعودي أسهل أسهل بكتير